اشتركوا في القناة في شهر 12 اللي جاي تم اعلان معاد القرعة بعد 3 اسابيع تقريبا من النهاردة يوم 7 سبتمبر تحديدا هنتكلم على قرعة كاس العالم تتمنى تقابل مين وتتمنى تتفادى مين انا شخصيا طبعا قلت لحضراتكم انه امل جبير جدا جدا ان القرعة تخدمنا ولو لمرة واحدة وانا تفادى مواجهة بطل اوروبا مبكرا بشوف ان فرص الاهلي السنادي وخصوصا بعد المستوى الرائع اللي قدمه مارسل كولر مش في السيزن سيبك من السيزن لانه سيزن قصة تانية خالص لكن المستوى والطريقة والاسلوب والشخصية اللي ظهر بيها الاهلي مع مارسل كولر في كاس العالم الاخيرة حتى رغم عدم نجاحه في الوصول لميداليا كما تعودنا يعني مع الاهلي لكن الحقيقة يبشرك ويطمنك ويخليك تراهن بقوة على فرص الاهلي في كاس العالم اللي جاي وخصوصا مع عودة اسماء بالتأكيد مؤثرة مع انتدابات ريدا سليم او امام عشور اللي اتنين هيمثلوا بالتأكيد اضافة كبيرة لسكواد النادي الاهلي وفي انتظار وحط تحتها مية خط صفقة المهاجم اللي بتشغل عليها قدارة النادي الاهلي واللي تفرق معك كتير جدا جدا في كل البطولات اللي هتخذها قبل المركاتو الشتوي عندك السوبر ليج الافريقي عندك بطولة كاس العالم وعندك كمان بطولة السوبر الافريقي اللي تحدد لها بالمناسبة معادي يوم 15 سبتمبر اللي جاي عندنا قرعة كمان مهمة خاصة بتصفيات او خاصة ببطولة امم افريقيا اللي هتتلاعب في كود ديفور ان شاء الله منتخب مصر وصيف البطولة والنسخة الاخيرة هنتكلم على كل التفاصيل وهنروح طبعا للنهاردة الحدث الاهم على مستوى اوروبا وعلى مستوى العالم اكتر اهمية من مواجهة السوبر الاوروبي السيتي في مواجهة اشبيلية في مباراة تستضيفها اليونان السوبر الاوروبي ساعة 10 مساء هيكون لنا الكلام عليه وهيكون لنا طبعا جولة مع محترفين اللي اغلبهم يمكن بدأ مواصمه الاولى او بدأ مباراةه الاولى في الموسم الجديد مع فرقهم هنتبع اخبارهم ونشوف مينهم شارك مين منهم ادى اخبار الانتقالات الى انه عندنا انتقالات جديدة للاعابين مصريين محترفين خارج مصر هنتكلم عليها وبالتأكيد المركاتو الداخلي او موسم الانتقالات محليا هيكون محل حوارنا النهاردة في السادسة بس قبل ما نبدأ حلقتنا وندخل في التفاصيل زي ما تعودت تفاصل ونرجع لحضراتكم